مرحبا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ويمكن دلوقتي معدنا مع فقرة من الفقرات الهمة زي ما اتكلمنا معاكم في بداية البرنامج أن صندوق النقد الدولي في آخر تقرير لي بارح توقع أن مصر هتكون تاني أكبر اقتصاد في أفريقيا وده يعني بعد نيجيريا تحديدا خلال عام 2022 خلونا ناخد قراءة عن أهم مجاء في هذا التقرير الخاص به صندوق النقد الدولي مع الدكتور وليد جبالة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء سبع الخير أهلا سبع خير أستاذ أحمد سبع خير أستاذ أهلا بكم دكتور يعني امبارح تقرير بيقول أن مصر موجودة في المرتبة التانية كأكبر اقتصاد موجود في أفريقيا يمكن البعض تشكك في هذا التقرير لحد ما مقارنة بما يحدث في العالم من بنتكلم فيه تضخم بنتكلم فيه أزمة فيه سلاسل الإمداد بنتكلم فيه يعني الأزمة الروسية الأوكرانية فإيه قراءت حضرتك وتبعت زيال التقرير خلينا بس الأول نضع أساس أن فكرة حجم الاقتصاد هو تعبير عن زيادة النتج المحلي الإجمالي اللي بيعبر عن ما ينتجه الاقتصاد من سلعة وخدمات خلال عام كامل نعم هذه الفترة بيكون هناك تقديرات لها إحنا مصر كان عندنا توجه ولزال أن الاقتصاد بتاعنا يجبر والنتج المحلي بتاعه يجبر بحيث أن لما بيجبر بتنخفض نسبة الديون مقارنة بالدخل في نفس الوقت كل ما الاقتصاد بيجبر كل ما بيكون هناك خلق الفرص عامل كل ما بيكون هناك فرصة لتحسن كافة المؤشرات الاقتصادية طيب إحنا فين؟ إحنا دايما بنتنفس عربيا مع الإمارات على المركز الثاني أحيانا الإمارات بتسبق وأحيانا إحنا بنسبق والسعودية بفرق عشان البترول في إفريقيا أيضا نيجيريا عشان البترول بنتنفس إحنا وجنوب إفريقيا على المركز الثاني صندوق النقط الدولي في 12 اللي فات أعلن عن توقعاته أننا سنكون الثاني إفريقيا الثاني إفريقيا بتحقيق مصر نتج محلي إجمالي حوالي 438 مليار دولار الجديد النهاردة برضو الثاني في شهر 12 النهاردة في شهر 5 برضو الثاني الفرق هو الفرق هو الكدرة على الصمود إزاي؟ أننا لما بشوف إحنا كنا شهر 12 إحنا صحيح كنا في المركز الثاني وإنجيريا في الأول وجنوب إفريقيا في المركز الثالث لكن النهاردة الصندوق بيقول أن نيجيريا هتنزل من 555 مليار إلى 510 إحنا هننزل من 5 إحنا هننزل من 438 إلى 435 و 6 من 10 يعني هو نزول عشان بس نتهم الناس لكن مازال برضو إيجابي لأنه إحنا في أزمة هو النزول إيه يا أستاذ هدير؟ نيجيريا انخفضت 55 مليار يعني الناس بتقول توقعات صندوقنا للدولة السنة اللي فاتت كانت أفضل في النمو بالنسبة لنا عن كده دي معدل النمو كان أفضل خليني أكمل في اللحظة دي يعني إحنا نزلنا 2 مليار تقريباً و 4 مليون 2 مليار و 4 من 10 يعني جنوب نيجيريا نزلت 55 مليار جنوب إفروكيا نزلت 17 مليار أنا نزلت 2.6 من 10 مليار وده يفصل كلمة حضرتك بمسألة الأكثر سمودة نحن الأكثر سمودة نحن رغم تأهل هناك أزمة عالمية هناك أزمة عالمية ولكن هو مدى تأثير هذه الأزمة على الاقتصادات في العالم أنا منها فين لأن أنا لا أنظر إلى المثالية أنا أنظر في الظرف العالمي وبشوف أنا قادر أصمد أنا هقدر أنطلق ولا لأ يعني زي ما حضرتك ذكرت الاقتصاد المصري ورغم الأزمة هو قادر على تحقيق معدلات نمو قادر على تحقيق أداء جيد في مؤشر البطالة في كافة المؤشرات لكن ده مش معناه أن دي طموحاتنا لا ده معناه أن احنا قادرين على الصمود أمام تلك التحديات التي لم يستطع فيها أقرننا في إفراقيا أو في الاقتصادات النشأة حجم التراجع أو حجم التأثر بتاعنا نحن الأقل تدرراً والأقصر قدرة على التعافي وده اللي بيرصده الصندوق لما حضرتك بتتكلم عن أن الناس مش مصدقة لا ومش بس أقرننا كمان الدول صاحبة الموارد المتعددة طيب الناس مش بتقولي أن فيه شريحة متشككة هو لما الصندوق بيقول كلام إن احنا سيئين يصدقوا وإحنا ليه بنصدق المؤسسات الدولية لا وإحنا للأسف للأسف يعني الآفة الخاصة بالمجتمع المصر تحديداً إحنا بنصدق الوحش داي يعني لو الصندوق الوحش فقعها وبص إحنا وحشين مش عارف المؤسسات الدولية مش بتجامل حد لأن دي العالم بالنسبة لها سيان والتقرير اللي صادر اللي بيقول مصر هي القادرة هي الدولة الثانية إفريقياً من حيث حجم الاقتصاد ده مش صادر لمصر تحديداً ده صادر لكل الدول الإفريقية بترتيب إحنا يمكن بنركز على الثلاث دول الأساسيين اللي احنا بننفس فيهم هذا الأمر يعني بنشوف يعني كل المؤسسات الدولية أنا لما مؤسسات التصنيف مرينا من تداعيات كورونا والنهاردة بنمر من تداعيات الحرب الأوكرانية وهي مثبتة تصنيف الاعتماني لمصر عدة مرات مع نظرة مستقرة للمستقر زي ده بيخدم مصر سواء على الوضع الخارجي لمصر أو كمان داخلياً؟ والله هو بيخدم مصر خارجياً أكتر منها داخلياً لأنه هو بيخدم مصر خارجياً لأن بتعرف تحصل على تمويل منخفض التكلفة لما بتطرح سندات في السوق العالمية بيتم تقطياتها مرة واثنين وثلاثة وبصورة كبيرة جداً ليعز السقة المستثمرية أيوة لكن داخلياً المفروض يدينا سقة أكبر من نفسنا يعني أنا مش معقولة أبداً أن المؤسسات التصنيف العالمية تكون مصنفة تصنيف لإتمان المصر المستقر ويكون في حد سمع خبر أن البنك المركزي اشترى دهب في فبراير والنهاردة بيبيع الأرض بتاعته علشان يشتري دهب أنت بتتكلم إزاي في فبراير كانت الحرب الأوكرانية ما كانتش لسه ابتدت والحرب الأوكرانية ابتدت في 24 فبراير فالفريق المتعلق بإدارة الاحتياط المصري في البنك المركزي ارتقى زيادة نسبة مكون الدهب في فبراير وقام بإجراءه كإجراء استباقي وفقاً لرؤية البنك المركزي ربما البنك المركزي النهاردة وإحنا في مايو يرفع من حسة عملة أخرى في الاحتياطي لأن مسألة إدارة الاحتياطي دي بيدرها ناس محترفين لكن أنا مثلاً كمواطن أعرف أن البنك المركزي في فبراير اشتري دهب أنا النهاردة أبيع شقيتي ورح أشتري دهب يبقى أنا ما عنديش إدراك ومش ملم بالمسألة معلشان كده حضرتك وكل الخبراء الاقتصاديين بيكونوا معانا على مدار الساعة علشان نشرح للناس لأن يمكن موضوع الاقتصاد شوية على الناس معقد فنبقى عايزين نوصل المعلومات بطريقة مبسطة للناس لأنه برضو اللي بيحصل في العالم قبل كده أزمة كورونا ودلوقتي الأزمة الروسية الأوكرانية فالناس يمكن بتبقى عايز تسمع أكتر من المتخصصين يعني أنا عايز أقول لحضرتك في موضوع الاحتياطي الاحتياطي جرى العرف أنه يكون في حدود ثلاثة أشهر من وردات الدولة من السلعة الأساسية ترفع لستة إحنا أكتر من ستة يعني ستة وكم من عشر في بعض المحاصيل عن نيلة فيها تسعة كمان تسعة شهور لكن ده بالنسبة للمخزون الأمحي أما بالنسبة للمخزون الاحتياطي النقدي في البنك المركزي فإحنا بنتجاوز حجم الاحتياط الحالي اللي بيتجاوز 37 مليار بيغطلنا أكتر من ستة شهور من احتياجاتنا الأساسية كققيمة اللي بنستوردها من الخارج إذن نحن بنتجاوز موقف آمن أو إحنا في نقطة وقفين فيها بثابات جدا ولكن من المهم الحفاظ عليه فكرة بقى أننا عند 37 مليار التشكيلة بتاعت 37 مليار تشكيلة متغيرة جدا من دولة لدولة ومن ظروف لظروف لأن كل دولة بتشكل الاحتياط بتاعها على حسب ظروف التبادل التجاري بتاعها على حسب ظروف الاقتصاد العالمي بيكون هناك مكون من الزهب بيكون هناك سلة من العملات المعتمدة من صندوق النقد الدولي في دولار في يورو في إيوان سيني كل دولة بتدير هذا الاحتياطي من خلال خبراء لديهم رؤية ولديهم دراسة ولديهم والقرار بيتخص على فاكرة كلنا مع الشفافية بس أحيانا بيكون فيه لابد أن يكون هناك قدر من أن يكون هناك حتى المعلومات بتظهر بعدها فترة فلازم اللي بيدير لازم يكون عنده هامش معين من المنورة وليس بالضرورة أن كل المعلومات المتوفرة دلوقتي تطلع علشان خاطر أنت فيه معركة اقتصادية عالمية يعني فيه أزمة اقتصادية عالمية يمكن خلينا نتكلم برضو على المدى القريب مش البعيد كان فيه برضو تشكك أو تخوف إلى حد ما لدى المواطن تحديدا فيه العيد بعد اجتماع الفدرالي وزيادة الفوائد كي يقول بيقول أن بعد العيد البلوك هترفع فوائد الحمد لله ده ما حصلش بسبب إيه على أكفأ المستويات أنا عايز أعلق على المسألة دي في كلمة فضل لو في عندي وقت أنا دولة لدينا فارق ما بين الصادرات والواردات بتاعتنا محدد ولدينا استثمارات الأجانب في الدين الحكومي محددة ولدينا استثمارات أجانب في البورصة المصرية محددة فبتتغير من آخر وكان بدأ تخرج من استثمارات الأجانب بعد الحرب الأوكرانية فحصل فيه تصحيح في سعر الصرف ومجموعة من الإجراءات ورفعنا سعر الفايدة بنسبة 1% وابتدت الدولة المصرية تشتغل في أنها تجذب سندق خالجية علشان تيجي وابتدنا نغطي الفجوة التمولية إلى أي مدى تم تغطية الفجوة التمولية وإلى أي مدى هناك تفاهمات باستكمال تغطيتها من المؤسسات الدولية ومن الشركاء الإقليميين الرقم ده تحديداً ومدى تحديداً من المحصل يعني فيه مستثمر أجنبي هاتخرج بس من ناحية تانية المواطن ما بصش أنه فيه رؤوس أموال أخرى ضخت في البورصة المصرية تحديداً من شركاء إقليميين بالتأكيد حجم الفجوة فيه خبراء شغالين عليها كون أنه فيه حد يعني أنا مستغرب جداً لما حد يطلع يقول إيه ده معرفش الدولار هيزيد نص جنيه أوروبا جنيه عرفت منين لأن الفجوة التمولية أخر بيانات لنا عن حجم استثمارات الأجانب في الدين الحكومي منذ عدة أسابيع الوضع بيتغير لكن أنا بشوف بقى الإجراءات اللي الدولة بتعملها دلوقتي علشان تتلفى ذلك بشوف الدولة بتطرح سندات الساموراي في الهند علشان تغطي بشوف الدولة بتجذب استثمارات من الخليج من السندية الخليجية علشان تضخ سيولة في الاقتصاد المصري بشوف ليحة السكوك السيادية بيتم اعتمادها علشان ضخ استثمارات جديدة بشوف تعميك للمنتج المحلي والشغل على المنتج المحلي لإحلال الوردات أنا بشوف شغل الدولة بتقوم بيه لما بشوف شغل أنا بفرح أن حكومتي شغالة لأننا في أزم هل الدولة شغالة ولا ما هي الشغالة شغالة الأولى بينا أننا نتكاتف الأولى بيه أننا بدل ما أشكك أشوف أن أقدر أساعد بيه أقدر أدعم إزاي أنا عايز أقول لحضرتك مش بصورة كبيرة لأن الاقتصاد المصري اقتصاد قوي جدا ومتنوع جدا ولم يصبق أن تأثر كثيرا حتى وكان في عز موجة الإرهاب الاقتصاد المصري كان ناجح حتى في عز موجة التشكيك يعني نحن نتكلم في تشكيك على سوشال ماديا لا ده كان هناك تشكيك على أعلى مستوى في مراحل أصعب والاقتصاد المصري قادر أن يتحدها لأن أساليب اللي بنتحدى بيها وبنكمل بيها مسألة أن نحافظ على النمو الاقتصادي في عز الأزمات اللي بتحصل سواء خارجيا نحن نتكلم عن أزمة روسية أوكرانية دلوقتي العالم كله متأثر بيها حتى الاقتصادات الكبرى نحن نتكلم عن دول نتكلم عن أمن غذائي مهدد نتكلم عن مشكلة في سلاسل الإمداد عالمية نحن كدولة مصرية خطواتنا إيه تجاه هذا الموضوع خطواتنا هي الاستباقية الاستباقية وده اللي بتبدأ من السيد الرئيس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي عالج الاقتصاد المصري بمشرة جراح في نوفمبر 2016 في برنامج إصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016-2019 اللي حاسم من مالية الدولة وعزز من قدرتها على اتخاذ الإجراءات لما بنشوف عمل إيه في الفترة دي لما بشوف الصوامع ومشروع الصوامع اللي ساعدنا أن احنا يكون عندنا تخزين الأمحة دلوقتي لما بنشوف مشروعات ما كلفش الدولة حاجة يعني دي حاجة تانية اللي انت وفرته من الهدر اللي كان بيحصل في الشوان هو نفس تكلفة ما تم بناء الصوامع بي بالتأكيد مشروع مجانة لما بشوف دايما إجراءات استباقية لما جينا حررنا سعر الصرف في نوفمبر 2016 كان إجباري ما كانش عندنا احتياطي احنا فضلنا لما استنفذنا الاحتياطي بتاعنا لحد ما كان تحرير سعر الصرف كان إجباري النهاردة لما السياسات النقدية المصرية والسياسات الاقتصادية ما قدرتش بسبب التدعيات الخارجية أن هي تقفل الاستقرار الكافي الدولة لم تبدد الاحتياطي بتاعها على دعم الدولار لأن السياسات النقدية نجحت في استقرار سعر الصرف بل وتراجع قيمة الدولار وحق الجنيه أفضل معدل أمامه ارتبطا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وانزلنا من نحو 19 جنيه في السوق السوداء في 2016 إلى 15 جنيه و60 قرش لما قاتت الأزمة الأوكرانية تعاملت الدولة بالسياسات النقدية والمالية ولكن لما هذه السياسات لم تكن تكفي سمحت الدولة لسعر الصرف أنه يظل في مورنطو مقابل أنها تحافظ على مكتسبتها ليه؟ علشان تقدر يكون عندها القدرة على التمويل والقدرة على المنورة والقدرة على تحريك الاقتصاد لو رجعنا للخبر الأساسي بتاعنا فكرة زيادة حجم الاقتصاد زيادة حجم الاقتصاد النهاردة أنا بدل ما أدعم الدولار لا الدولار أصبح بسعره الطبيعي النهاردة في المقابل إيه؟ بزود الأجور إلى أكبر رقم في التاريخ 400 مليار صحيح لدعم تفعل حد الأبنى لدعم تلك الشريحة ولما بقول 400 مليار أجور ده معناه أنه هم مش بياخدوها لنفسهم دي بتروح للتاجر والجزار واللبقال وبيتم ضخاف المجتمع لما بقول زيادة الاستثمارات الحكومية لأكتر من 365 مليار استثمارات حكومية دي بتروح للشركات اللي بتعمل مشروعات للدولة وبتروح للموظفين اللي فيها دكتور وليد يعني في ظل الأزمات المتعددة الحالية اللي موجودة وهي بتمثل تحديات لكبرى الاقتصادات العالمية تحديدا يمكن المطلع ويعني القارئ فيه يمكن الاقتصاد تحديدا الأوروبي هلا أن في بعض الحكومات الأوروبية بقى التحدد وتقنن مثلا مدى استهلاك المواطن من سلعة غذائية استراتيجية بعينها في بعض الدول ألزمت بإزاستين زيت وغيرها من الكلام ده كله خلال الشهر في هذا الوقت تحديدا مصر يعني والحمد لله قبل أي شيء قدرت اللي هي تحافظ على معدل نمو بيقدر ب2.8% زي قدرنا اللي احنا نحقق هو طبعا فكرة الإتاحة بالنسبة لنا احنا في مصر ده شيء مهم جدا واتصوره انه ناجح لانه بيخاطب يقين الشعب المصري احنا لما بنلاقي الشيء متاح في السوق احنا بنعذف عن شراء وتصور ان ده سياسة جيدة ولكن نجحنا في تحقيقها لانه عندنا الكدر المالية لإتاحة هذا المخزون من السلع ومش من النهاردة ده في تدعيات كورونا كنا بنشوف الشاشات في العالم بالكامل والقرف الفاضية والقرف الفاضية واحنا كانت الأمور عندنا متاحة وده يمكن نتاج المشروعات القومية اللي اتعاملت هو نتاج شايا نتاج عملية إصلاح متكاملة من المشروعات القومية يعني هو مش الهدف من المشروعات القومية وتدخل الدولة ان هي تتوسع في الاقتصاد لكن الهدف اننا لو عندي 20% بس من الانتاج من تلك المشروعات بيتم ضخوا في المنافذ الحكومية بأسعار محددة بتجبر التاجر انه لا يتجاوز عن الأسعار اللي في المنافذ الحكومية بصورة كبيرة فبضبط الأسعار ففكرة الإتاحة موجودة فكرة الضبط الأسعار الدولة شغال عليها وفي نفس الوقت هناك زيادة في الرواتب بتحاول الدولة تزود الرواتب بحيث يكون هناك مقاربة وخصوصا بيتم زيادة الرواتب في الفئات الأولى بالرعاية اللي انفقها بيتم على السلعة الأساسية بالتالي فهناك مجهودات الدولة بتقوم بيها لزيادة حجم الاقتصاد لمساندة المواطن الدولة نجحت في تدعية كورونا ان هي تتحمل الصدمة بنسبة 100% نيابة عن المواطن كل اللي حصل المرة دي ان هناك مشاركة من المواطن في تحمل تبعات الأزمة الأوكرانية اللي هي أنا بعتبرها مزدوجة احنا ما انتهناش من مشاكل كورونا فالأزمة النهاردة أزمة مزدوجة متعلقة بالحرب الأوكرانية الحرب الروسية والأوكرانية كمان اثرت بشكل مباشر على قطاعين مهمين جدا الطاقة والغذاء وده حقيقي بس أنا عندي اللي أصعب من الحرب الأوكرانية العقوبات اللي على أوكرانيا وعلى روسيا لأن هذه العقوبات تسببت فيه ارتفاع كبير في السوق العالمي لمعظم السلع والمنتجات اللي في السوق لما السعر في السوق العالمي بيرتفع على طول بيأثر على كل العالم يعني احنا دايما بقول الحرب الأوكرانية ليه احنا ما بناخدش من الأوكرانيا إلا الأمح وزير لا ما هو العقوبات تسببت في ارتفاع أسعار البترول في ارتفاع أسعار النقل فالسوق العالمية كلها تحركت الدولة المصرية أدر على ذلك أدر على ذلك لأنها محافظة على مكتسبتها من الإصلاح لازم أنا لما بنظر لمصر وبقول أنا ناجح إحنا في الاقتصاد لما بنقول إحنا سعداء جدا إحنا بنبقى سعداء لما بنحقق معدل نموه 5% في ظروف معينة لو حققت في ظروف أخرى 2% ممكن ده النجاح بالنسبة لي يعني أنا قبل الحرب الأوكرانية إحنا محققين معدل نموه في النصف الأول من العام المالي الجاري الفترة من 1-7 إلى نهاية ديسمبر 2021 محققين 9% ده شيء كان يعني فاق توقعات صندوق النقد الدولي وكافة المؤسسات الدولية وذلك كان بيخلي الإشادة من كبرى المؤسسات العالمية بيكلم ستاندر اند بورد بيكلم على غيرها من المؤسسات صندوق النقد الدولي وغيرها كان بيقول إن الاقتصاد المصري متماسك وقدر على الصمود أمام كل التحديات بسبب إن جايحة كورونا جات أو جايحة كورونا جات تحديدا وإحنا ديرنا إن إحنا نتخطى وإحنا معدل نموه مرتفع لكن لما بقى فيه زدواجية في الأزمة أنا أعتقد ما فيهش بشر يقدر يتحمل ده منفرد فلازم يكون فيه تكاتف من الشعب ومن الحكومة أيضا طبعا وحتى لما قتت الأزمة في النصف الثاني من العام المالي تحقيقنا معدل نموه 9% في النصف الأول من العام المالي بأدى إلى إن إحنا التوقعات بتقول إن إحنا ممكن ننهي العام المالي الجاري بمعدل نموه أكتر من 5.5% وأنا أتصور إن إحنا قادرين إن إحنا ننهي العام المالي الجاري بمعدل نموه 6% كمتوسط من 9% حققناها في النصف الأول والصعوبات التي وجهتنا في النصف الثاني ارتباطا بتدعية الحرب الأوكرانية أتصور إن إحنا لازم نكون متكتفين لازم نتعاون لازم نصق في نفسنا قد زي ما الأجانب يصقوا فينا زي ما المؤسسات الدولية بتصق فينا مش معقولة أبدا لما كان مؤسسة من المؤسسات قالت إن الجنيه مقوم بأقصر من قيمته بنسبة 15% وأعلنت ده كلنا صدقنا بعد كده لما قالت الجنيه مقوم بأقل من قيمته مش بنصدقها ليه مش بنصدقها لازم ننصق في نفسنا لازم نتعامل مع الدولة المصرية باعتبرها إن إيه دورنا مش أنا هاخد منها إيه مش معقولة أبدا إن أحس إن فيه أخشى إن يكون هناك عدم توفر لسلعة معينة أتكلب على إن نحصل عليها مش معقولة أبدا إن أحس إن الدهب بيرتفع أروح أشتري دهب وأنا مش عايزه اللي عايز أقوله لحضرتك واللي أنا متابعه يعني الرسالة اللي أنا نفسي أوجهها مفيش حد هيكسب عن طريق المضربة في مصر فكرة المكسب عن طريق المضربة انتهت مفيش حد هيشتري أرض ويدخل كردون مباني ويكسب 7000% زي ما كان بيحصل في الماضي في الماضي لأنت عندك دلوقتي تقنين مفيش حد هيشتري دلار بسعر وبعد كده هيزيد ما عرفش كم جنيه وهيكسب من غير تعب اللي عايز يكسب هيكسب وهيكسب كويس جدا بس يقوم المشروع ويشتغل المضربة كل الناس اللي بيتضرب على العملات الافتراضية شريحة المضربين أرجوكم لا تضرب على دهب ولا تضرب مش هتنجح اللي بيشتغل في المضربة وبينجح هي مؤسسات كبرى لديها أبحاث ولديها أصحاب يقاط بيضاء بيخططوا لها في الأسواق العالمية المواطن العادي اللي بيفكر في المضربة هو الوقود هو اللي هيخسر في النهاية أنا أولى بي من أن أبحث عنه خلينا نقول أن فيه مضربة لكن مضربة تنافسية في العمل والإنتاج فيه تنافس فيه تنافسية دي دي مطلوبة لكن ما أتحدث عليه التنافسية في العمل مطلوبة من الجميع والدولة بتدعمها لكن أنا بتحدث عن فكرة هذا الخيال أن أنا أشتري كتعة أرض وسعرها 500% بعد أسابية الطفرة أن يكون غني يتغني أو يكسب مبلغ كبير جدا بطفرة كبيرة جدا بدون عمل وبدون إنتاج لا أتصور أن الاقتصاد المصري بظروفه الحالية يمكن أن يحدث فيه ذلك ده حي دكتور وليم مش بس كده يعني ده تأكيد على كلم حياة لأن كمان كانت الأراضي بتوبع في الماضي بسبب مخص الآن يعني مقدرات الدولة المصرية توبع بالثمن الحقيقي لها فكل الشكر والتقدير لحضرك يعني ضيف عزيز علينا في صباح الخير لأي مصر الدكتور وليد جبالة الخبير الاقتصادي وعضو الجماعية للاقتصاد السياسي بنجه حياة كثيرا شكرا جدا شكرا جزيلا يا داكت شكرا جزيلا